أكد سمو الشيخ ناصر من حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن سباق كأس دبي العالمي للخيل لم يعد مجالا رياضيا فحسب وإنما تجاوز تلك المراحل ليصل إلى مشروع رياضي وطني إماراتي يحرك جميع مفاصل قطاعات الدولة خاصة الاقتصادية والسياحية منها ليحول إمارة دبي إلى محط أنظار دول العالم وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة إقامة كأس دبي العالمي إن نظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المستقبلية إلى كأس دبي العالمي واهتمامه المباشر ومتابعاته الحثيثة له جعلت منه أفضل السباقات العالمية وأقواها من الناحية التنافسية والتنظيمية والمالية فضلا عن اجتذابه للعديد من الملاك والفرسان الذين يشاركون مع نخبة من جيادهم أملا في اقتناص اللقب الأفضل عالميا في رياضة سباقات الخيل والتوشح بالمراكز الأولى في جميع أشواطه وبينا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتابع لمسيرة كأس دبي العالمي يستنتج العديد من العبار والمعاني النبيلة والراقية في مجال رياضة سباقات الخيل ومن أبرزها التنافس الشريف بين جميع الفرسان والجياد حتى بات السباق يرمز إلى سباق العمالقة في هذه الرياضة باعتباره يشهد مشاركة واسعة من قبل عمالقة الفرسان العالميين والتواجد في أحد أشواط السباق يعتبر حلما لجميع الملاك وفخرا كبيرا وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة في كأس دبي العالمي لا تقتصر على الملاك والفرسان فقط بل يحظى السباق بمتابعة واسعة من قبل الجماهير الإماراتية والمقيمة على أرض الإمارات بالإضافة إلى حضور عدد كبير من خارج الدولة لمتابعة السباق على ميدان التنافس على اللقب الأغلى اشتركوا في القناة